ليالي الشتاء الحزينة مش عايزة حضن ولا عايزة بطانية يا عايزة حلبسة هلوز اول واهم حاجة لازم نعملها الحموس يتنقى ليلة كاملة في مياه حالو تاني يوم بقى هنغلي مياه على النار ونحط جنبها تماط مياه وبصلايا وكان فاصطوم ومالح وكمون وبابريكا ونصفي الحموس من المياه اللي كانت ملقوعه فيه ايو المهم اول ما المياه تغني هنحط الحموس والتماطم والبصل والتوابل وتقليبة بسيطة انغطى عليها ساعة كاملة لحد ما الحموس يبتدي يستو كاد انا الصراحة ام هي اللي كاب بتعمل وانا بروت بسور وكيرو كان بيشارتنا اللحظة يبتعمل كده لي ده دغط الهواء دغط الهواء ده درس عالتاني كده عده بتاع ساعة والدنيا بتاع تبكبك وتستوي وبتاع فنطفي على النار ونصفي بقى الحاجات التماطم والبصل وحاجات دي نشيلها خالص في بعض الناس بتضربها بانخلاط بس انا معافش ازاي كده انا بحباش كده وبسبب ضيحة فيديو الهوت شوكليت يعني خليت مهم هي اللي تغري في الحقيقة وتلا في الاختراع اسمه كابشا ما عرفش ليه مستعملتهاش بدل اللغواصة اللي حصلت المرة اللي فاتت دي يلا حصل خير عدينا بنتعلم وبرضو ما كاني مش في المضخ بعد كده بقى دي حاجة اختيارية يعني انت وزوءك رشت شطة على لامون على حسب ما تقدر انا حطت لامونة كاملة وينك تبقوا لي امام حتي حتي زود يا باش ما تقلقش وكده بقت جاهزة عارف للكم انت بقولك انها مكاني مش في المطبخ يعني حاولت ان انا اعمل شو وخلي كده منظر البتاع جميني يعني وقعتها الارض وعمش هارف انا ليه بعمل كده ليه ليه واضح اني زودت الشطة شوية تستمقين مامي حلو حلو الشطة بتزود الحرق واضرب بقى بعدها سفندية مفيش بعد كده حراوة بس كده باي استاني استاني قوليلي صحيح بتحب تشرب ايه في ليالي الشتاء الحزينة بتخترع اختراعات ما تقوليلي كده عشان عايز اتجرب غير بقى الهوت شوكولت والحلبسة والسحلب والحاجات دي شاركيني كده اشتا باي باي